موسيقى مساء الخير متابعي تقس العرب في الأردن نهار اليوم الاثنين ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ وملموس كنتيجة لتأثر المملكة بمنخفة جوي خمسيني عاملة على ارتفاع في درجات الحرارة وكانت درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بحدود 5 ل7 درجات مئوية لكن إن شاء الله اعتبارا من يوم الثلاثاء نهار غد تكون درجات الحرارة أقرب إلى صيفية اعتيادية وأجواء صيفية في ساعات النهار نتعرف بالبداية على درجات الحرارة متوقعة في العاصمة عمان لهذه الليلة بتسجل في هذه الأثناء 19 درجة مئوية وأجواء صافية نسبة الرطوبة 76% وسرعة الرياح 13 كم في الساعة ننتقل لنتعرف على درجات الحرارة متوقعة لنهار غد في عموم المناطق نبدأها شمالا وإربد نهارا بتسجل 29 ليلا 17 المفرق 31 واحتمال لهبوب للرياح المثيرة للغبار والأتربة 16 ليلا جرش 30 نهارا 18 ليلا وعجلون 27 نهارا 16 درجة مئوية وأجواء صافية في هذه المناطق ننتقل إلى مناطق الجنوبية مع البلقاء عفوا مناطق الوسطى العاصمة عمان بتسجل 29 نهارا 16 ليلا البلقاء 29 نهارا 17 ليلا الزرقاء 32 نهارا 18 ليلا وغبار خفيف مادة 29 نهارا 16 ليلا والبحر الميت أجواء حارة بتسجل 35 نهارا و 26 درجة مئوية إن شاء الله بتسجلها ليلا انتقال إلى المناطق الجنوبية مع الكارك بتسجل 29 نهارا 16 ليلا الطفيلة بين 29 و 16 الشوبك بين 27 و 15 معان أجواء حارة بين 35 و 19 والعقبة أجواء حارة 41 نهارا و 27 درجة مئوية إن شاء الله بتسجلها ليلا أخيرا مع المناطق الشرقية مع الصفاوي بتسجل نهارا 35 ليلا 16 وأجواء مغبرة الرويشة 37 نهارا 19 ليلا والأزرق 36 نهارا و 17 درجة مئوية بتسجلها ليلا واحتمالية لهبوب للرياح المثير للغبار والأتربة في المناطق الشرقية متابعينا هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة تصبحون على ألف خير